الدول العربية في البيان الختامي للقمة العربية الدول تدعو إلى نشر قوات دولية في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت قال بأن هذه الدورة شهدت حضور غير مسبوك من الحكومات والديبلوماسية العربية وكانت بعيدة كل البعض عن الخلافات والتجاذبات يقول البيان ندعو فيه كافة الفصائل الفلسطينية للانضواء تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية يعني هذا في البيان موجود دعوة كافة الفصائل الفلسطينية للانضواء تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية وهذا ما نحكيه فيه ما معنى الانضواء تحت منظمة التحرير الفلسطينية التي اعتبرتها القمة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطين هذا يقول وأدان البيان عرقلت إسرائيل لجهود وقفة لاق النار في غزة وأدان كذلك امتداد العمليات الإسرائيلية لمدينة رفح الجنوبية وسيطرتها على معبر رفح وأعلن رفضه البيان لأي محاولات للتهجير القصري للشعب الفلسطيني ما أعلن رفضه لإطلاق النار أعلن رفضه لمحاولات التهجير القصري للشعب الفلسطيني وأيدت الدول العربية 22 دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وملك البحرين إلى عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفي سياق متصل أدان كذلك البيان الختامي للقمة بشدة التعرض للسفن التجارية بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية ومصالح ودول وشعوب العالم وأكد التمسك بضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب وبحر عمان والخليج العربي وعلى صعيد آخر وأخير حظت الدول العربية الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع على الانخيرات للجاد والفعال مع مبادرات تسوية الأزمة وش نحكيهم بعد على السودان هذا البيان الختامي أبو الباباسل البيان الختامي للقمة العربية هو بيان أمريكي هو بيان أمريكي هذاك هو ما تطالب به الولايات المتحدة الأمريكية ولن يخرج من سقف المواقف الأمريكية النظام الرسمي العربي لن يخرج من سقف المواقف الأمريكية حل الدولتين هذا كله يقول فيه بلينكين وبيدن ومؤتمر دولي السلام أي سلام؟ سلام ماذا؟ مع من سلام؟ مع هؤلاء المجرمين سلام؟ ومعن حل الدولتين؟ حتى الإسرائيليين رفضوا حل الدولتين بلاي أنا بش نقول حاجة مثلا نحن القمة هذه ما فيه اليوم قد يشفني 16 مايه 2024 القمة العربية في بيروت سنة 2000 طبعا عندها 24 سنة فما تم فيها تقديم مبادرة اسمها مبادرة السلام العربية قدمها وقتها ولي العهد السعودي عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله هذه المبادرة عندها 24 سنة وقدمها العرب للعالم ولإسرائيل شنو كانت ردود الفعل؟ من الجموش نقيم وهناك عرب كقادة عرب يعني أين وصلت؟ تو ها قدموها 24 سنة يخويا شوفوا طريق آخر رفضوا هام رفضوا السلام المبدأ الرئيسي امتحها هي وقت المبادرة السلام العربية الأرض مقابل السلام إسرائيل قتلك؟ لا قتلة السلام وكاو مبادرات السلام وتطبيع وانتهى الأمر لن تنسحب من أي أرض عربية إسرائيل لا تنسحب إلا بالقوة لا تنسحب إلا بالقوة خلينا البيان البيان هنا لما يقول لك حل الدولتين ما فماش حاجة اسم حل الدولتين لا يمكن أن يحصل هذا حل الدولتين بالنسبة لنشر قوات دولية في الأرض الفلسطينية إلى حين حل الدولتين إسرائيل لن تقبل بنشر قوات دولية لن تقبل بنشر قوات دولية محمود عباس يساندو هذا الحل هو محمود هو محمود بعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لنشر بعد المؤتمر الدولي نشر قوات سلام دولية تابعة للأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين والله شوف يا سماع هذه صار مؤتمر مدريد وبعدك صار معناها أكثر من ملتقى مؤتمر السلام في شرم الشيخ أكثر من مرة في عاد حسني مبارك إلى غير ذلك في النهاية يعني هذه المقرارات قلت كلام فارغ لا قيمة له لا إسرائيل رأوا شوف لما كان القادة العربية يجتمعون كانت ترتعد فرأس الغرب وإسرائيل لما كان العرب وعربا لما كانت القيادات العربية قيادات تاريخية لما شوف قمة الخرطوم باللاقات الثلاث ولما نرى يعني القمام العربية التي جهزت لمعركة أو لحرب 73 بالدعم للشعب الفلسطيني بالسلاح هو بالمشاركة أصلا في الحرب مش فقط دعمه بالسلاح فبالتالي هنا هذه القرارات لا قيمة لها لا تساوي ثمن الورقة الذي كتبت عنه لن تعتبرها لا إسرائيل هي يعني في النهاية لا ترتقي حتى إلى تطلعات نحن نتمنى أن ترتقي قرارات هل هناك قرار بوقف بسحب السفراء؟ هل هناك قرارات مثلا بإيقاف التطبيع مع الكيان الصهيوني؟ هل هناك هذه القرارات التي تجمل؟ حتى مش قرارات تهديدات لا 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 حتى تهديد بسحب سفيرت يا سيدي على الأقل ارتقوا إلى مواقف جنوب أفريقيا ارتقوا هاي جنوب أفريقيا تود دولة بعيدة أنت قلت كلمة خطيرة قلت هذا بيان أمريكي أمريكي؟ لا لا بيان هذه البيانات هي لإرضاء أمريكا معناها رانا ما نخرجوش من السقف الأمريكي هذا ما تقوله بالنسبة للجملة بالنسبة للجملة